دعا المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري دعا إلى ضرورة مواصلة إقبال المواطنين والمقيمين على التطعيم والجرعة المنشطة لتعزيز النتائج التي تحققت في هذه المرحلة من مراحل التصدي لبيروس كورونا حسب الدراسات التي عملت في المرحلة الأولى والثانية والتي تم تأكيدها في المرحلة الثالثة تأكد بأن الإنسان يحتاج إلى جرعتين لتكوين الأجسام المضادة وبسبب اختلاف جسم إنسان من جسم إنسان تم اعتماد الجرعتين فأي شخص يأخذ الجرعة الإضافية تعطى للشخص الذي لم يولد أجسام مضادة فيحتاج جرعة إضافية أما الجرعة المنشطة فهي مختلفة تماما على الجرعة الإضافية الجرعة المنشطة تعطى لأشخاص كونوا أجسام مضادة في فترة ما ولكن بعد فترة زمنية معينة يتم الإقلال من وجودها في جسم الإنسان وتكون ضعيفة وبالتالي يكون فعالية الجرعة المنشطة هنا لتعزيز المناعة فإننا نقول تعزيز المناعة معنات أنها تزيد من تكوين الأجسام مضادة وتحفيز جسم الإنسان لتكوين أكثر فعالية من الأجسام مضادة للحد من مضاعفات الفيروس عندنا بعض المؤشرات الوطنية اللي بينت فعالية التطعيمات في الحد من الإصابات بالمضاعفات الخطيرة والوفاء الناجمة عن فيروس كورونا حيث بينت بأن 79% من الوفيات رحمة الله عليهم في شهر يونيو 2021 كانوا لأشخاص لم يأخذوا التطعيم وهي الفترة التي انتشرت فيها سلالة متحور دلتا وهذا يؤكد على أهمية اللقاح بمختلف أنواعها الموجودة في ملك البحرين في أنه ساهم في خفض الوفيات وساهم في خفض دخول المرضى في المستشفيات وهذا هو الهدف الأسمى من اللقاحات